يحتاج المريض إلى عناية واهتمام ومتابعة مستمرة لحالته وتلك هي مهمة الممرض المسلم فهو يتميز باحتساب العناية بالمريض ويثاب بالنية ولا يمنع من ذلك أخذه أجرة على عمله وهو يسارع بعمل الإسعافات الأولية للمريض ريث ما يأتيه الطبيب ويقوم مع الطبيب أثناء الكشف ليساعده ويحفظ تعليماته تجاه المريض وينفذ تعليمات الطبيب بدقة قبل الكشف وبعده ويعطي للمريض علاجه في مواعيده محتسبا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ويحافظ على عورة المريض فلا يكشف منها إلا ما تدعو الضرورة إلى كشفه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ويوفر للمريض كل سبل الراحة من النظافة والهدوء ويسهر على راحته ويستدعي له الطبيب كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يتكاسل عن خدمة المريض ولا يتركه يعاني وينام كما يفعل الكسال والمهملون وكلما مر عليه ليتابع حالته نوى زيارة المريض فيثاب بالنية على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح ويبش في وجه المريض ويبشره بالشفاء فذلك مما يؤثر في تحسن حالته الصحية قال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا وليحتسب أجر دعوته إلى الله تعالى وحفه على التوبة والاستكفار من العمل الصالح فالمريض يكون في حال تدعو إلى أن يقبل على الله تعالى وليعلمه ما يحتاج إليه من أحكام الطهارة والصلاة ويوضح له ما يجوز له من الرخص لأجل مرضه وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وليدعو له بالشفاء كلما مر عليه قائلا أذهب الباس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما